مشروع كبار العلماء توعية المسلمين بالطرق الشرعية في مواجهة الوباء ونشر الأمن والاطمئنان يقول السائل حفظكم الله ما نصيحتكم في هذه الفتنة التي يواجهها الإنسان أمام الأحداث التي يتعرض عليها العالم أجمع وما موقف طالب العلم من ذلك هذه الأحداث لا تزول وستزيد إن لم يرجع المسلمون إلى دينهم إن لم يرجع المسلمون إلى دينهم رجوعا صحيحا وإلا بأن هذه الأحداث ستزيد وسيسلط الله الأعداء على المسلمين يا أخوان لما خصلت غلطة من بعض الصحابة في وقعة أخذ غلطة واحدة من بعض الصحابة وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوقفهم على الجبل يحمون ظهور المسلمين من الكفار حتى لا يتمكن الكفار من الإتيان إلى المسلمين من خلفهم لما دارت المعركة وانتصر المسلمون في أولها وصاروا يجمعون الغنائم الرسول قال لهم لا تتركوا الجبل سواء انتصرنا أو هزنا لكن لما رأوا المسلمين يجمعون الغنائم ظنوا أن المعركة انتهت وقالوا ننزل ننزل نشارك إخواننا في جمع الغنيمة ونعينهم على ذلك قال لهم قائدهم ألم يقل لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتركوا الجبل سواء انتصرنا أو هزنا فلم يرجعوا إلى قوله نزلوا ولم يبقى إلا هو وقليل من الرمات فاستشهدوا رضي الله عنهم المشركون انتهزوا الحرصة وجاءوا من الخلف صعدوا الجبل وجاءوا من خلف المسلمين وهم لم يشعروا آمنون أن ظهورهم محمية فوقع المسلمون بين الكفار من الأمام ومن الخلف دارت المعركة مرة ثانية وحصل على المسلمين ما حصل من القرح وحصل من القتل بسبب غلطة حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أصيب في هذه الغزوة لأن العقوبة إذا جاءت تعم تعم الصالح والطالح حتى الرسول ناله منها ما ناله كسرت رباعيته وهشم المغفر على راسه صلى الله عليه وسلم وشجت وجنته سال منه الدم عليه الصلاة والسلام بسبب مخالفة خالفوا فيها أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولقد صدقكم الله وعده تعسونهم بإذنه تقتلونهم حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم يبتلق لكن الله طبعاهم قال ولقد عفى الله عنه طبعاهم على أنه لا يعاقبهم فيما بعد فهذا نموذج أنه إذا حصل خلل حتى من أفضل الناس أنه معرم للعقوبة فكيف وكثير من المسلمين اليوم إنما يكتفون بالتسمي بالإسلام ولا يحققون ما يحققون الإسلام لا يحكمون به لا يعتقدون عقيدة الإسلام لا ينفذون الحدود لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر فلذلك لا نستغرض أن الفتن تعصف الآن للمسلمين ولا مخرج لهم من هذه الفتن إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم 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 نعم